قال مسؤول في منظمة الصحة العالمية أن المنظمة أرسلت طالبا إلى إسرائيل لبدء المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلال الأطفال في غزة اعتبارا من الـ 14 من أكتوبر وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت أن الاستعدادات جارية للجولة الثانية من حملة التطعيم ضد شلال الأطفال في غزة ومن المقرر أن تبدأ في منتصف أكتوبر